الخبر الاول اللي عادنا عن ريدر مصطفى واستهزاءه بمحمد هجواني او امر الكيلاني فريدر نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي يقول بي انه هو متضايق كلش ومنزعج بسبب احد اليوتيوبر اللي ينزلوا اغنية جديدة فهو ضايج انه هو استماعها لانه الاغنية ما عجبته فصار يستهزئ بي ومن هذا الكلام رح حط لكم الستوري شوفوه ضايجي حتقول ليش ضايج رح اقولكم لانه هستاني قعدت طبعا صباح الخير بتوقيتي فتحت اليوتيوب قلت افتح لي اغنية حلول اقعد اسمع لي اغنية اشوف شو النازج جديد ولا اشوف فركم تطلع لي اغنية بالمقترحات ما الواحد يوتيوبر فانتت سمعت الاغنية يعني كرهت ام الراب كرهت ام الاغاني كرهت ام الالحان كرهت ام الميوزيك كله يعني مرات افرح من اشوف انه العالم كله تتحاول تسوي اغاني ده تصير مطلبة أو ده تصير رافأ أو ده تصير ده تحاول أنه تكون شيء هذي شيء فرحني بس يا أخي يعني اسأل جيرانك روح على الجيرانك قل لي هاي الأغنية حلوة اسأل صديقك قل لي يا أبو هاي الأغنية حلوة اسأل أي أحد قل لي يا أبو هاي الأغنية شو نرأيك بها تنصحني أنزلها إذا قال لك لا يا أخي لا تنزلها لا تنزلها لا تسمع فمن الواضح أنه يا ما يقصد محمد جواني يا عمر الكيلاني لهم الوحيدين ينزلوا أغاني بهذه الفترة مع أني صراحة متأكد 100% أنه هو يقصد محمد جواني أغنيته الجديدة ولكن ممكن يريد يزعج وسام فقال هذا الشي على عمر الكيلاني عليكم يكتبونا توقعاتكم بالكومنتات الخبر الثاني اللي عادنا عن بيسان اسماعيل وفيديو كليب مالتها الجديد لأغنياتها الجديدة آني العشكتك فنزلت على أحد القنوات أحطوكم رابطها بالوصف لحب يشوف الأغنية ويسمعها وبالنسبة اللي شافوها ويسمعوها يكتبونا تقيمهم إلها بالكومنتات الخبر الثالث اللي عادنا عن أحمد أبو الرب وليش هو حذف مقطع الأخير اللي نزله على قناته باليوتيوب فأحمد نزل على سبب الإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه هو حذف هذا المقطع بسبب مشاهداته النازلة فخايف أنه تنظر قناته بسبب هذا الشي فقرر أنه يحذف المقطع ولكنه قرر أنه يرجع ينزل المقطع ولكن على قناته الثانية فاللي حاب أن يشوف هذا المقطع سأضع لكم رابط قناة أحمد أبو الرب الثانية بالوصف الخبر الرابع اللي عادنا عن شاهدوا سمند وليش هم حاليا تركين اليوتيوب بأخر مقطع نزلوه على قناته كان حوالي قبل أسبوع وهم بالعادة ما يتأخرون هلقين فسومد نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي من الواضح أنه هم رايحين برحلة فالليهذا هم قاطعين عن اليوتيوب ولكن ممكن يصورونا مقطع جديد فخليونا ننتظر ونشوف وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع تمام المقطع جاوكم لا تسلسوا و تحطوه لايك و تشتركوه بالقناة تشانيوكم في ايضا يملكات المملكة الخصص وبس مع السلامة